معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد دياء الوكيل الخبير الجماعات المتشددة وأيضا المستشار مرحبا بك معنا سيد دياء يعني الأحداث تجري بشكل متسارع يوم نقول هناك تحضيرات لمعركة الحويجة واليوم الآخر يبدو أن داعش لا يود وفق التسريبات التي نحصل عليها تباعا يبدو أنه لا يود أن يخوض هذه المعركة وربما سينتقل قبل وقوعها إلى مناطق أخرى في العراق كيف تنظر إلى الأمور مساء الخير وشكرا لكم على الاستضافة في البداية القوات المسلحة العراقية تعتمد في عقيدتها العسكرية مقاربة صفرية وهي أن لا تكتفي فقط بهزيمة العدو وإنما عليه تفرض عليه أما الاستسلام أو إذا واصل التماس والقتال فيقتل في الميدان هذا نحن نسميه سحل الثور من قرنيه هذا الذي تعتمده القوات المسلحة في الوقت الحاضر في اعتقادي أن هناك في قضاء الحويجة الذي يعتبر معقل لتنظيم داعش ومنصة الوجستية وقاعدة انطلاق لشن هجمات حرب العصابات وهو فيه سجون كبير للتنظيم وشهد أربع انزالات أمريكية في عامي 2015 و2016 في اعتقادي أن هناك خلافات حادة وانقسامات بين عناصر التنظيم المحليين العراقيين والأجانب خاصة إذا ما علمنا أن في قضاء الحويجة هناك كتيبة طارق بن زياد للانتحاريين الأجانب الخلافات نشبت على خلفية فرار قادة تنظيم داعش مع عوائلهم الأجانب خاصة منهم وتركوا المحليين في قضاء تلعفر واستسلموا لقوات البياشمرق هؤلاء يوجهون انتقادات واتهامات للأجانب ووصلت إلى القطيعة فيما بينهم هذا رصدناه من خلال بعض العناصر التي استسلمت في الفترة الأخيرة لأجهزة الأمن العراقية وأيضا من خلال فك الرسائل المشفرة من قبل وحدات الحرب الألكترونية هم ليس لديهم قرار ولا يوجد منظومة قيادة وسيطرة القيادة والسيطرة مصابة بالشلل التام وهم في حالة معنوية مهزوزة يشعرون بالإحباط والانكسار والهزيمة وفي اعتقادي أن ما جرى في قضاء تلعفر سيجري وضع مشابه نقل سيد ضياء نقل موضوع أكثر في الحويجة هل هي خطوات احترازية يقوم بها تنظيم داعش عندما ينقل معتقليه من الحويجة إلى مناطق أخرى إضافة إلى عدد كبير من العربات والأسلحة هل هي خطوات احترازية لكي لا يحاصر في الحويجة أم أنه بالفعل لا ينوي أن يخوض تلك المهركة وربما سينقلها إلى مكان آخر أو يختفي من الحويجة بشكل كبير هم سيعتمدون أنهم حاولوا الاتصال هذا الرصد للرسائل المشفرة حاولوا الاتصال بقيادات تنظيم داعش الداخلية والخارجية في سبيل الحصول على توجيه أو قرار أو نصيحة أو مشورة فيما يخص المعركة المقبلة في قضاء الحويجة هذه نقطة أولى النقطة الثانية أن لم يحصلوا على قرار أنا أعتقد أنهم سيعتمدون يعني ما وجههم به أبو محمد العدناني في العام الماضي عندما قال لهم عودوا إلى الصحراء وعودوا إلى حرب العصابات هذا القرار الذي أرجحه أنهم سيعتمدونه يعني في المعركة المقبلة ولذلك هم من المحتمل أن ينقلوا يعني بعض عناصرهم يوزعوهم على مناطق مختلفة تساعدهم في ذلك يعني الجغرافية العسكرية المعقدة يعني قضاء الحويجة قضاء الحويجة منبسط له اتصال عبر مناطق مع جبال حمرين ومع جبال مكحول هذه واحد يعني الجغرافية العسكرية هي أرض منبسطة فيها أحراش وبساتين ومزارع للقصب وطرق نيسمية وتتصل بثلاث محافظات في محافظة نينوى وكركوك وشمال صلاح الدين هذه الجغرافية العسكرية تساعدهم على التنقل ولكن ليس بهذه الطريقة التي ذكرت ليس بهذا التقرير ثلاثين عجلة وأربعين عجلة لا يستطيعون التحرك لأنهم سيرصدون من قبل طيران التحالف الدولي وطيران الجيش العراقي أنا أعتقد أنهم سيتوزعون عبر مجاميع خفيفة إلى مناطق مختلفة في اعتقادي قبل أن تصل للقوات المسلحة أو تحكم الطوق على قضاء الحويجة هذا السيناريو المحتمل والمرجح في المستقبل القريب أشكرك جزيلا سيد ضياء الوكيل المستشار وخبير الجماعات المتشددة متحدثا إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من بغداد ترجمة نانسي قنقر